أسماءك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بياني وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنان يواسعان بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الوسعات لأغرف من حوضه النصف فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إليك تعرف عليك تعرف عليك طول عمري من بهرب عقلية السعداء طريقة تفكيرهم شلون عايشين تفاصيل حياتهم المهارات اللي عندهم في هذا الموسم راح نتعرف على الله بأسمائه وصفاته ونعلم بأن القوي هو الذي يؤدينا الهدوء عند الأزمات وأن الرحيم هو الذي يرحمنا واللطيف هو الذي يلطف بحالنا والفتاح هو الذي يفتح لنا الفرص فالحياة مع الله مع أسمائه وصفاته هي السعادة فلنتعرف عليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ترى السعيد راضي فدرون شلون راضي لأن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فدخلت على قلب هذا الرضا زين هذا الرضا من وين لأن يعلم بأن رب العدل لا يظلمه ولأن يعلم بأن رب الحكيم أعلم بمصلحته ولأن يعلم بأن رب الكافي كافيه فهو راضي هذا الرضا للواحد يريد عرفه يقول لك الرضا عبادة قلبية وهو سكون القلب بين أقدار الله سبحانه وتعالى والقناعة الشعور بالكفاية والسعادة لأن الإنسان يكون content and satisfied أنزين بالكويت يش يقولون إحنا الأوليين يداتنا لما نقول لها بس شلون الحين شو بيصير شو تقول لي يسنعها ربك الله هذه القناعة اللي نشوفها بسيطة كلمات بسيطة لكن حميقة يسنعها ربك وهذا الإنسان الراضي ترى أهو اللي عنده قدرة للتمييز يعني لما تصير مثلاً مشكلة حرمان فقد شيء أهو اللي يدري يميز بين هذا شيء كمالي هذا شيء احتياجات فهذا الاحتياجات ضروريات أنا هذا احتاجه أما هذا كمالي فماكن مشكلة هذا اللي راح مايخالف هذا من الكماليات هذا يتعوض بس أهم شيء أنا الاحتياجات موجودة وكذلك لا يصير لا احنا ما نبيندش الحلقة بجو أنه إيقا يتكلمون انه خلاص عادي كل شيء طاف صيروا كيرلس وعادي الناس تأخذ منكم وانتوا راضين وطيبين ولمسلمين كل ما عندهم مشكلة مع المشاكل لا لا الراضي مو معناته إنسان مو طموح إنسان ما عنده يعني فطلعات وإنه كل عادي الناس تأخذ منه وخلاص لا الراضي يدري إنه لما هذا الشيء صار يدري إنه هو صار لحكمه ويدري إنه ربي الحكيم ما ياخذ إلا بحكمه ولا يعطي إلا بحكمه فهو راضي بالله سبحانه وتعالى الراضي شلون شكلة إحنا مو قلنا الرضا عبادة قلبية بس ترى هم لها لها صورة تقدر تحس لما تقعد تشوف الشخص تدري إنه هو راضي الراضي مبتسم دائماً ترى ما يكو واحد زعلان حزين يقدر يبتسم واللي زعلانه حزين وبيبتسم تدري إنه أولاً متقصب لابتسامه مو صجية ما تطلع لابتسامه الصجية إلا من إنسان راضي وهذا حال مبتسم لقوا إنه إذا عضلات الوجه شكلها مبتسم مباشرة راح يأثر بشكل حتاً غير مباشر على سعادة الإنسان نزيل لما إحنا نبني ونشوف هذا الرضا في ديننا وين موجود حنا قلنا إنها عبادة قلبية بس إي منزلتها شنو تعتبر لما الإنسان يصير عنده مشكلة أول ما تصير المشكلة أول بلاء أول منزلة يتعامل فيها مع البلاء منزلة الصبر فأنا صابر بس قد يكون الصبر مراضي يعني هو صابر فما يتسخط يعني مو قاعد يجزع وقاعد يشقه دوم وهالأشياء فهو صابر ولكن إحنا نبي منزلة أعلى من الصبر في التعامل مع الابتلاء فما هي المنزلة؟ منزلة الرضا اللي نتكلم عنها اليوم فهذه الرضا فهو مقتنع بقضاء الله سبحانه وتعالى وحكمته وعدله وكفايته فراضي في منزلة بعد عقبها وهذه راح تصير مع كثرة الرضا في قلب الإنسان راح يصل مع الوقت إلى منزلة السكينة سكون القلب راح يأثر حتى على سكون الجوارح جوارحك ساكنة وأنت في هذا الابتلاء تعرفون الناس اللي لما تروحون يعني تخيلي أنت رايح مع الزيتة في ريلها شي قوي ولا أبوها ولا أمها أحد عزيز سكينتها تعطيش سكينة هذه المنزلة شذي أثرها أجمل ما في الرضا إن أهول لضوقك الطعم الحقيقي للإيمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يلا قلوا لي أم تنقول هذا الدعاء رضيت بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله كان الصباح والمساء فتخيلوا أحنا قاعدين نذوق طعم الإيمان إذا أحنا قلنا هذه الكلمات اللي بعدها الرضا يجعلك أغنى الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله يعني إذا أنت راضي أنت تحس أنك غني لأن تشوف اللي عندك هو الخير كله لأنه من رب العالمين والإنسان الراضي ما يقارن نفسه مع الناس بس هي عندها وإحنا مو ذبحنا له السوشيال ميديا حطت شالت اشترت سافرت سوت واي بس خلاص يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما يقول لك الله سبحانه وتعالى اسألوا الله من فضله ترى فضل الله واسع اللي عطاه بيعطيك وأصلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعلم بأن من فطرة الإنسان إنه بيقارن بيقارن بغيرة بس الرسول السلام يعطاك حل مو نقارن بالكماليات وكل هذه الأشياء إذا تبت قارن قارن بهذه الطريقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لألا تزدروا نعمة الله عليكم يعني إذا تبت يتقارن حلقة الآن مصلية ومسمية هذه ما تصلي لا بأمور الدين تشوف اللي فوقك في تنافس بالدين لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا تبي التنافس هنا متنافس بالدنيا إن زين أحنا الحين نبي الرضا يدخل قلوبنا ونبي نكون من الناس الراضين شلون؟ واحد لا تقارن نفسك بالناس واعلم بأن الله الكافي كافيك وفضله واسع ما رح يضيع منك شي اثنين تمتع بالأشياء اللي الله سبحانه وتعالى معطيك إياها واعلم بأن الحكيم لا يأخذ إلا بحكمه ولا يعطي إلا بحكمه فاطمئن ثلاثة لا يضيق خلقك على ظلم الناس لأن أنت تعلم بأن لك رب عدل رح يأخذ حقك فكن راضي بقضاء الله وقدره سمعوا قصة هذا الرجل يقول لك في إحدى الدول القريبة كان في ريال يبي بيع بيته لضائقة مالية قاعد يمر فيها فطبعا يحوس ب مكاتب العقارية أن يعني واللي يسلمكم بيعيولي هالبيت أبي أسدد الدين اللي علي أنا في مشكلة وطبعا نحط بيع البيت للبيع بس ظال فترة مو كعين بع الشهر وشهرين والريال اللي يحتاج لفلوسها الحين بس هو متوكل على ربه ناضر لمي اليوم ويدق عليه المكتب العقاري ويقول له فلان لقيت لك الحمد لله شراي وكاهو يعني مستعد يعطيك المبلغ كامل ويفرح ويطير ويروح المكتب وموجود هذا الشراي ويعطي شيك بالمبلغ ويرجع فيه البيت ويراويزه واشتال الحمد لله إنه طلعنا من اللي إحنا فيه وما أي يوم الثاني إلا الشراي رجع بيته وقال حق زوجته تارى الحمد لله توفقت بشروة هالبيت كان يعني أرخص من المطلوب وشذي لأنه يعني صاحبه ما ديون فمقللين بسعره طالع شي تخزه ما نصجك إيشلون ناخذ البيت من واحد مسكين طالع منه عشان نديونه لا والله ما أرضى ما أسكن فيه ولا ناخذه قال لها بس شلون الحين يمكن يعني يمكن خذ الفلوس أصلا صرفها قالت لاش دعوة بيوم روحوا للمكتب العقاري كلمة وراحق المكتب العقاري ويكلمة كان يقول لها يعني بثقل لأنه كان أشهر ينطر هالبيع الحين إيش بقول عقل الشخص تعالي رجع رجع الشيك ويتك عالشخص وقال لها ما ما قدر يقول لها عالتليفون قال لها ما خالب سيلي المكتب قال لها حاضر شي مهم قال لها إي شي مهم تعال ورجع وقال لها بفلان ترى دق علي صاحب يعني اللي شر البيت وهون عن بيعتها يعني ما يبي فأنت عندك الشيك كان يقول إي حاضر موجود الشيك ما صرفته ويضلى على الشيك قال لها فلان تا موزعلان قال لها الحمد لله يعني الله مو كاتب بهالشهر وتصير بيخالب ربي بيدبرها يعني صاحب صاحب المكتب العقاري يشوف هذا الريال شنو كمية الرضا عند هذا الإنسان طلع هذا الإنسان الراضي وينطر ينطر الأشهر عشان تصيرها البيعة لما يدق مكتب العقار ويقول لها أبشر لقيت لك بيعة شنو يقول لها صدق به فلان ما أحتاج بيعة قال لها ليش الحمد لله تيسرت أمورك شنو يقول لها الحمد لله دقوا علينا الحكومة وقالوا لنا إن البيوت خط الفريجنا هذا كله بثمنون لأنه بيبنون جسر فالحمد لله أنا بستلم فلوسي من الحكومة والحكومة راح تعوضني يعني نبيت ثاني وتيسرت أموري يعني شوفي شلون أثر الرضا على الإنسان ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم ضل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوران مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان